أحييكم مشاهدين وأهلا بكم إلى هذه المقابلة الخاصة مع سعادة السفير السعودي في كوريا الجنوبية سامي ستحان شكرا لك سعدت السفير على استضافتك لنا على هامش الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي إلى كوريا الجنوبية أولا أشكركم ورحبكم لهذا اللقاء وتغطيتكم لهذه الزيارة المهمة زيارة سمو ولي العهد رئيس مدسو الغزراء حفظها الله للدول الصناعية تستشرف المستقبل بكل ثقة بهدف تحويل الاقتصاد السعودي من الاقتصاد مستهلك للتقنية والصناعات إلى اقتصاد منتج لها هناك اهتمام بالغ من جمهورية كوريا من المسؤولين والقطاع الخاص وتحديدا من الرئيس الكوري بهذه الزيارة ونتمنى إن شاء الله أن تحقق المزيد من التعاون في كافة القطاعات والمجالات المستهدفة وبشكل أعمق وأوسع وأشمل كوريا شريك استراتيجي مهم في رؤية المملكة العربية السعودية عشرين ثلاثين وهناك لجنة السعودية الكورية عشرين ثلاثين تعمل كمنصة لتطوير التعاون في هذه المجالات أكثر من أربعين مجال تستهدف هذه اللجنة في قطاعات عديدة الطاقة والتصنيع الاستثمار البنى التحتية والمدن الذكية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبنى التحتية كما أشرت إذا أردنا أن نتحدث عن العلاقة الكورية السعودية طبعا هي علاقة قديمة أكثر من ستين عاما حتى في السبعينات والثمانينات كان هناك العديد من الكوريين ساهموا في البنى التحتية وفي الأعمال في السعودية كيف يمكن أن نصفها الآن؟ كما ذكرت العلاقات التاريخية وقديمة يصادف هذا العام مرور ستين عام على إنشاءها في عام 1962 منذ بدايتها والشركات الكورية متواجدة في المملكة عملت على الكثير من المباني والإنشاءات والبنى التحتية والموانئ ومن ذلك الوقت وحتى وقتنا الحاضر وهي تنمو بشكل سريع ومتطور حتى جاءت الزيارة التي تعتبر نقطة تحول في مسيرة العلاقات زيارة سمو ولي العهد في عام 2019 والتي انطلقت منها العلاقات إلى شراكة استراتيجية الحقيقة في كثير من المجالات وبدأت كما ذكرت لجنة الرؤية العشرين ثلاثين المكونة بين السعودية وجمهورية كوريا لتفعيل هذا التعاون الاستراتيجي بين البلدين أفق هذه العلاقة أراه أنا شخصيا أنه مليء بالتعاون مليء بالتنسيق مليء بالفرص الاستثمارية التي تقيمها الشركات السعودية في المشاريع الضخمة الموجودة في سعودية سواء في البترو كيميكل أو في الصناعات الأخرى المتوسطة فأنا متفائل جدا بمستقبل هذه العلاقات ماذا يمكن أن نتحدث عن دور السفارة في تسويق رؤية عشرين ثلاثين جذب الاستثمارات الكورية إلى السعودية وهل ترون حماسة بأن تقوم هذه الشركات بفتح فروع لها في السعودية؟ نعم هناك عمل جبار تقوم به السفارة وشركائها من وزارة التجارة ووزارة الاستثمار هيئة تنمية الصادرات للتعريف بالفرص الاستثمارية التي موجودة في المملكة العربية السعودية وتعرضها أمام القطاع الخاص والشركات الكورية المتواجدة وهناك تعاون وهناك حماس معالي وزير الاستثمار كان هنا قبل فترة كانوا للقاءات وقيمة ورش عمل فقط هدفها التعريف بالفرص الاستثمارية سوف يقام أيضا منتدى الاستثمار على هامش هذه الزيارة لجذب الشركات ورجال الأعمال في لقاء مباشر مع شركات ورجال أعمال سعوديين ليتم بحث ومناقشة فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية لذلك هناك حماس كبير من الشركات الكورية في الدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية وتجارية مع القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية إذا أردنا أن نتحدث عن المبتعثين من المعروف أن هناك عدد كبير من المبتعثين متواجدين في السعودية هل لدينا أرقام عددهم أبرز المجالات التي تفوق بها المبتعث السعودي في كوريا الجنوبية؟ نعم مجال التعليم والجامعات في كوريا لها معيار عالي على مستوى العالم وهناك مجموعة من الطلبة السعوديين في حدود 300 طالب متدرب ودارس يمثل أغلبيتهم أطباء وهذا شيء جيد أن نستفيد من التجارب والتطور العلمي في مجال الطب ونطمح إن شاء الله أن يكون هناك زيادة في الأعداد لتشمل باقي المجالات من صناعة وتحول رقمي وتكنولوجيا الذي تعتبر كوريا متطورة عالميا في هذا المجال ومؤخرا أعتقد أحد الطلبة السعوديين حصل على جائزة عالمية في مجال الطب وهذا شيء جميل ومشجع لبقية الطلبة الأخرى للانضمام لبرنامج الابتعاث في كوريا الجنوبية ولدينا ملحقية ثقافية حقيقة تشرف على هذا البرنامج ودائما نحث الشركات الكورية بفتح أبواب للتدريب ونقل الخبرات للطلبة السعوديين سواء المبتعثين أو الموجودين خارج كوريا وأيضا هناك ملف إكسبو 2030 وأبرز الدول المرشحة لاستضافة هذا الحدث الكبير بالإضافة طبعا إلى العديد من الدول السعودية وكوريا الجنوبية كيف يمكن أن نصف هذا التنافس على هذا الميلاد؟ معرض إكسبو 2030 معرض مهم للمملكة العربية السعودية ونسعى بقوة للفوز بهذا بتنظيم هذا الحدث التنافس ما بين المملكة العربية السعودية وكوريا هو تنافس ما بين الأصدقاء إنها محاولة محاولة فنأمل إن شاء الله أن تفوز المملكة العربية السعودية بحضوظ حق تنظيم هذا الحدث الحام للمملكة العربية السعودية أشكرك سعد تسفير على هذه الاستضافة وشكر موصود لكم مشاهدينا شكرا على حسن المتابعة